اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة ولا تكلفوا شيئا لم يأتيها وفي طلب الزوج أكثر من ما أعطاها يعني شيء من الإضرار بها لأن الرجل استحل فرجها واستحقت المهربة باستحل فرجها فعلى أقل تقدير أن يأخذ ما أعطاه فقط أما أن يربح عليها فلا والمشكور من مدهب الحناب الوسط بين المنع والجواز حيث قالوا إنه يكره أن يطلب منها أكثر مما أعطاه والذي ينبغي للإنسان أن يتقي الله عز وجل فإذا كان الخطأ من المرأة فلا حرج عليها أن يطلب ما شاء وأما إذا كان التقصير منه وأن المرأة سائمة البقاء معه لتقصيره فليخفج ويكتفي بما تأسر ثم هناك فرقا أيضا بين المرأة الغنية ومرأة الفقيرة هذا أيضا يبغي للزوجة أن يراعيها طيب وهل فيه دليل شرعي على أن الزوجة التي تطلب الطلاق من زوجها بدون سبب شرعيه ملعونة أم لا هل إيش هل فيه دليل شرعي على اللعن للزوجة التي تطلب الطلاق من زوجها بدون سبب شرعي لا أحفظ حديثا باللعن لكن في حديثا في حديثا أشد من ذلك وهو قوله صلى الله عليه وآله وسلم من سأل زوجها الطلاق من غير ما بأس فحرامنا عليها رائحة جنة الله أبقى وهذا أشد من اللعن والعيادة بالله لأن رسول عليه الصلاة والسلام حرم عليها رائحة جنة وهذا وعيد شديد فالواجب على المرأة أن تتقي الله في نفسها وفي وفي بعالها وأن لا تطلب منه الطلاق إلا لسبب شرعي قال السؤال لكن أحيانا تكون المرأة لا تطيق الصبر مع الزوج فرهت الله كما بإيمانا زوجة ثابت بن قيس بن شماس حين جاءت للنبي صلى الله عليه وآله وسلم وقالت يا رسول الله ثابت بن قيس ما أعيب عليه في خلق ولا دين ولكني أكرر الكفر في الإسلام فقال لها النبي صلى الله عليه وآله وسلم أتردين عليه حديقتهم قالت نعم فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم لزوجها خذ الحديقة وترجمة نانسي قنقر